بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة لازمنا فيه قانون كابلر بالإضافة إلى قانون الجذب العام لنيوتن ولكن في البداية دعونا نستذكر درسنا السابق الدرس السابق تكلمنا عن قانون الجاذبية وقوانين كابلر من خلال تكلمنا عن الأهداف بأنه يحسب زمن دوران جرم حول الشمس ويحسب وزن جسم ما على كوكب ويحسب سرعة هروب قمر صناعي في مراجعة المفردات ذكرنا المسبار وهي مركبة فضائية تستعمل لاكتشاف الفضاء الخارجي حيث يتم إطلاقها في الفضاء الخارجي بهدف استكشاف واحد أو أكثر من الأجرام السماوية بعد ذلك تطرقنا إلى المفردات الجديدة قانون كابلر الأول تطرقنا له في الدرس السابق وكذلك البعد الحضيظي تطرقنا له في الدرس السابق والبعد الأوجي أيضا تطرقنا له في الدرس السابق وقانون كابلر الثاني وقانون كابلر الثالث أيضا تطرقنا لها في الدرس السابق سرعة الهروب أيضا سوف نتكلم عنها في دروس قادمة وفي الفكرة الرئيسية ذكرنا بأن قوانين كابلر تصف شكل وخصائص حركة الأجرام التي تسلكها حول بعضها والسرعات التي تتحرك بها والكتل المتبادلة بينها في قوانين كابلر ذكرنا بأن القانون كابلر الأول ينص على أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات على شكل قطع ناقص وتقع الشمس في إحدى بؤرتين وذكرنا عملية الربط مع الراضيات وهي القطع الناقص تحديدا وذكرنا هو المحل الهندسي لمجموعة النقاط في المستوى الذي يكون مجموع بعديه عن نقطتين ثابتتين نساوي مقدارا ثابتا تسمى هاتان النقطة بالبؤرتين بعد كذا تكلمنا عن خصائص القطع الناقص وذكرنا أيضا بعد ذلك في خصائص القطع الناقص بأنه في حالة المسافة تغيرت أو صغرت ما بين F1 و F فأصبح الشكل دائري القطع أو عندما تزيد هذه المسافة فإنه المسافة ما بين F و F1 فتكون بيضاوية القطع أو تفلطح القطع بعد ذلك تطرقنا إلى هذه المعادلة وذكرنا هذه للاطلاع بعد ذلك تطرقنا إلى البعد الحضيضي وأخذنا هذه المعادلة لإيجاد هذا البعد بعد ذلك تطرقنا للبعد الأوجي وتطرقنا إلى هذه المعادلة في حال تحديد هذا البعد الأوجي وكذلك تطرقنا إلى قانون كبلر الثاني حيث ذكرنا بأنه ينص على أن الخط الوهمي الواصل بين الكوكب والشمس يرسم مساحات متساوية في الفضاء في أزمنة متساوية بعد ذلك تطرقنا إلى مشروع كبلر الفضائي أيضا في قوانين كبلر تطرقنا إلى قانون كبلر الثالث وذكرنا بأنه ينص على أن مربع مدة دورة الكوكب حول الشمس تتناسب مع مكعب نصف قطر طول المحور الأكبر لمداره بعد ذلك تعرفنا على الوحدة الفلكية وذكرنا بأنها متوسط المسافة بين الأرض والشمس وذكرنا بأنها تساوي 150 مليون كيلو متر وأيضا تعرفنا على الصيغة الرياضية لقانون كبلر الثالث كما هو واضح معنا موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة لقانون كبلر وكذلك بالنسبة لقانون الجذب العام لنيوتن في البداية أعزائي الطلبة دعونا نتساءل سويا من هو أو من أول من وضع صيغة الرياضية لقوة الجاذبية بين جسمين قانون كبلر الثالث المعدل موضوعنا في هذا اليوم أنه في عام 1687 قام نيوتن بتعديل لقانون كبلر الثالث وفقا لقوانينه الخاصة للحركة وقانون الجذب العام قانون كبلر الثالث المعدل يعني نطافي هذه العلاقة تكعيب تساوي تي تربيع تي كابيتل تربيع مضروبة في الام كابيتل ملاحظة في عملية حل أو عند حل المسائل لتحويل الكتلة إلى كتلة شمسية يكون بقسمة الكتلة على كتلة الشمس ولعملية تحويل البعد إلى وحدة فلكية يكون بقسمة المسافة على مسافة الأرض عن الشمس لدينا هنا في قانون كبلر الثالث المعدل أيضا عزائي الطلبة هذا القانون للإطلاع من خلال قانون الجذب العام لنيوتن يمكن إثبات هذه العلاقة حيث العلاقة هي تي تربيع تساوي تكعيب مضروبة في أربع باي تربيع على الجي كابيتل مضروب في الام كابيتل زائد الأم اسمه حيث الام كابيتل أو الام الكبير عبارة عن كتلة الشمس والام اسمه الصغير هي كتلة الجرم إذا أخذنا السنة وحدة لقياس الزمن الوحدة الفلكية الأيو لقياس المسافة وكتلة الشمس لقياس الكتلة فإن الثابت يساوي واحد بهذه العلاقة أربع باي على جي أي بمعنى يعطينا هذا القانون اللي هو اي سمول تكعيب يساوي تي كابيتل تربيع مضروب في الام الكابيتل زائد الام اسمول إذا طبقنا هذا القانون لجرم يدور حول الشمس فإن الأي تكعيب تساوي تي أو الأي الصغيرة أو اسمول تكعيب تساوي التي الكبيرة تربيع مضروب في الام لدينا هنا عزائي الطلبة هذا المثال رقم اثنين مركبة فضائية تدور حول الأرض في مدار بيضاوي على متوسط بعد يساوي عشر أضعاف نصف قطر الأرض احسب مدة دورتها حول الأرض بالأيام أو باليوم علما بأن نصف قطر الأرض اللي هو الار اي تساوي ستة ألاف وثلاثمائة وثمانية وسبعين كيلو متر وكتلة الأرض معطابة الام كابيتل اي ستة مضروبة في عشر أسر أربعة وعشرين كيلو جرام وكتلة الشمس الام كابيتل اس تساوي اثنين في عشر أسر أربعة وعشرين كيلو جرام في عملية الحلول لدينا هنا المعلوم الـ A اللي هي عشر أر اي اللي هي الـ A تساوي ستة ألاف وثلاثمائة أو ثلاثة وستين ألف وسبعمية وثمانين بالكيلو ولدينا هنا الـ M-E تساوي ستة في عشر أسر أربعة وعشرين كيلو جرام ولدينا بالنسبة للتي هنا مجهولة في عملية إيجاد الكمية المجهولة بقسمة بقسمة بعد المركبة على خمستاش مضروبة في عشر أو السبعة متوسط بعد الأرض عن الشمس ولحساب بعد المركبة بالوحدة الفلكية اللي هي A-U عملية تعويض مباشرة الـ A تساوي لدينا هنا ثلاثة وستين ألف وسبعمية وثمانين مقسومة على خمستاشر ضرب عشر أو السبعة بالآلة الحاسبة يعطينا هذا الناتج اللي هو أربعة فاصلة خمسة وعشر من مية مضروبة في عشر أوس ناقص أربعة بالوحدة A-U بقسمة كتلة الأرض على كتلة الشمس لحساب كتلة الأرض بدلالة كتلة الشمس الـ M ستساوي الـ M-E واضح معانا هنا هذه الـ M على الـ M الكبيرة تساوي ستة مضروبة في عشر فاصلة ستة وعشرين مقسومة على اثنين مضروبة في عشر أوس ثلاثين ويطلع لنا عملية حسابية بالآلة الحاسبة ثلاثة مضروبة في عشر أوس ناقص الرقم هذا الموجود معنا من قانون كابلر الثالث المعدل تهمل كتلة المركبة لصغرها مقابل كتلة الأرض ولدينا هنا أيضا هذا القانون الـ A تكعيب تساوي T تربيع في الـ M عملية التعويض مباشرة وبالتالي نلاحظ هنا الـ T تربية تساوي A تكعيب على M بنعوض في الأرقام الموجودة معنا وبالتالي نتحصل على هذه القيمة بعد ذلك عملية حسابية من خلال الآلة الحاسبة بعد كذا بنطلع الجذر حق الناتج الموجود أمامنا بعد كذا T تساوي 5.1 مضروبة في عشر أوس ناقص ثلاثة بيلييرز وبالضرب في 365.25 للتحويل إلى الأيام وبالتالي نجد هذا الزمن أو T تساوي 1.84 أيضا بقوانين كابلر المتواجدة معنا أيضا من خلال هذه العلاقة إيجاد كتلة كوكب له تابع من الممكن إيجاد كتلة كوكب له تابع إذا علم نصف المحور الأكبر ومدة الدوران للكوكب وتابعه كالآتي من خلال هذه العلاقة التي أمامنا الأم الصغيرة أو الأم سمون تساوي أم كابتل مضروبة في هذه القيمة الواضحة معنا التي هي الأي على الأي واحد وتكعيب مضروبة في تي واحد على تي اثنين لكل تربية حيث الأم لدينا هنا الكابتل أو الكبيرة هي عبارة عن كتلة الشمس والصغيرة هي عبارة عن كتلة الكوكب أيضا أعزائي الطلبة لدينا هذا المثال أيضا مثال رقم ثلاثة حيث يبعد القمر كارون عن مركز بلوتو بهذه المسافة التي هي 16700 كيلو متر فإذا كانت مدة الدوران حول بلوتو هي حوالي 6.4 يوم أوجد كتلة بلوتو علم بأن الفترة المدارية لبلوتو هي تقريبا 248 سنة وبعده عن الشمس حوالي 40 AU لدينا هنا بالنسبة في عملية الحل أول شيء لدينا بالنسبة للمجهول اللي هو الكتلة لبلوتو ومن عملية أو تحليل المسألة من خلال لدينا المعلوم هنا التي لدينا هذه التي واحد عبارة عن 248 سنة والتي ثنين عندنا 6.4 يوم والأي ون عندنا بـ 40 AU والأي زي تساوي 19700 كيلو متر والأي لدينا اثنين مضروبة في 10.30 كيلو جرام في عملية إيجاد الكمية المجهولة بقسمة الفترة المدارية لكارون على 365.25 التي تكون بوحدة السنة ومن خلال عملية التطبيق لهذا القانون عملية تعويض مباشر وأيضا بقسمة بعد كارون عن بلوتو على 15 مضروبة في 10 أو 7 التي تكون بوحدة الفلكية AU وأيضا من خلال هذا القانون وعملية التعويض المباشر من خلال التطبيق وحل قانون إيجاد كتلة كوكب من كتلة إجرام تابع له هذا القانون اللي واضح معنا وعملية تعويض لإيجاد كتلة بلوتو عملية تعويض مباشر وعملية حسابية بالآل الحاسب نستطيع أن نعمل هذه العملية وبالأخير نجد بأن الـ M اللي هي كتلة بلوتو 1.3 مضروب في 10 أوس 22 كيلو إجرام بعد ذلك أعزائي الطلبة دعونا نتعرف سويا على قانون الجذب العام طبعا بنسبة قانون الجذب العام مر معنا في السابق في الفيزياء فمن خلال قانون الجذب العام كان إسحاق نيوتن أول من وضع صيغة رياضية لقوة الجاذبية بين جسمين عام 1687 في كتابه ينص القانون على أن قوة الجاذبية F بين جسمين تتناسب طرديا مع كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما كما هو واضح معنا في هذا القانون هنا أيضا لدينا للإطلاع أعزائي الطلبة هذا القانون تتحديدا فإذا كانت لدينا كتلتان ولتكن الشمس والأرض كما هو واضح معنا في هذا الشكل اثنين سبعة فإن هناك قوة جذب من كتلة الشمس على كتلة الأرض تعطى بالعلاقة هذه العلاقة اللي واضحة أمامنا اللي هي الف تساوي الجي اللي هو الثابت زي ما ذكرنا هنا بأنها ثابت الجذب الكوني وكذلك بالنسبة لعجلة الجاذبية ترمز لها بالجي الصغيرة اللي الكوكب وتساوي من خلال هذا القانون مجي يساوي الجي كبير مضروف في الام كابتل ام صغيرة على الار تربية وتعطينا هذه العلاقة ونسميها بالرقم واحد إذا افترضنا أن هذا الكوكب هو الأرض فإن التسارع الجاذبية الأرضية اللي هو الجي اي تعطى بالعلاقة ونسميها بالمعادة رقم اثنين حيث الام اي هي كتلة الأرض وبأخذ النسبة بين الجي والجي اي نلاحظ هذه التعويض مباشرة بالقانون وإذا افترضنا أن الام الصغيرة على الام اي هي كتلة الكوكب بدلالة كتلة كوكب الأرض وتساوي الام والار اي تربية على الار تربية هي نصف قطر الكوكب بدلالة نصف قطر كوكب الأرض وتساوي ار فإن الجي اي تساوي ام على ار تربية جي اي وبما أن وزن جسمة الكتلة اللي هي الام على سطح الأرض على سطح كوكب يساوي قوة جذب الكوكب لهذا الجسم تساوي الوزن زي ما ذكر لنا الوزن حق الأرض الوزن ساوي ام ون على جي وأيضا الوزن تساوي ام ون على جي اي كما هو واضح معنا في المعادة رقم واحد والمعادة رقم اثنين إذن وزن هذا الجسم على الكوكب بدلالة وزنه على الأرض تعطى بهذه العلاقة اللي هي الدبليو على الدبليو اي تساوي الام على الام جي هنا أيضا تعطينا اللي هي الدبليو تساوي الجي على الجي اي في مضروبة في الوزن حق الكوكب اللي هي دبليو اي وزن الجسم على الكوكب بدلالة وزنه على الأرض يعطى به العلاقة اللي واضحة أمامنا دبليو تساوي دبليو اي على جي تقسيم على جي اي لدينا أيضا هنا المثال رقم أربع عزائي الطلبة كوكب كتلته تساوي صفر واحد صفر فاصلة صفر واحد من مئة من كتلة الشمس ونصف قطره يساوي نصف قطر الأرض احسب جاذبيتهم مقارنة بجاذبية الأرض واثنين افترض أن رائد فضاء وزنه على الأرض يساوي مئة نيوتن هبط على هذا الكوكب فكم يبلغ وزنه بعد هبوطه عليه لدينا هنا بالنسبة لي المعلومة من خلال في عملية الحل المسألة لدينا هنا المعلوم الدبليو ولدينا هنا المجهول أيضا الدبليو بي وهنا المعلوم لدينا الوزن اللي هي المئة نيوتن والإم بي تساوي واحد فاصلة صفر واحد من مئة إم وكذلك تساوي ثنين في عشرة أس تسعة كيلو إجرام إيجاد الكمية المجهولة بحساب كتلة الكوكب بالنسبة لكتلة الأرض عملية تعويض مباشرة في هذا القانون الأمامنا عملية حسابية بالآلة بعد كده يظهر لدينا أو تعطينا الجي بعد كده تطبيق حل قانون وزن جسم على كوكب بجلالة وزنها على الأرض من خلال القانون اللي واضح أمامنا وبعملية التعويض تكون جاذبية الكون وبحساب وزن رائد الفضاء على الكوكب نجد بأن وزنه حوالي 33.3 في عشر أس أربع نيوتن في التقويم الختامي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا المثال رقم ثلاثة من خلال هذا المثال تستطيع أن تحل هذا المثال مرة أخرى في الفصل عزيزي الطالب مع المعلم وعزيزتي الطالبة مع المعلمة في الخلاصة تعرفنا على قانون كابلر الثالث المعدل اللي واضح أمامنا اللي هو A تكعيب يساوي T تربيع M ولدينا هنا بالنسبة لقانون الجذب العام لنيوتين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر